بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤه فهم غافلون لقد حلق القرن على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا شيخهم لا يرسلون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمه وآثاره وكل شيء أحصيناه فيهم إمام مبيب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وقالوا ما أنتم إلا بشر بصلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلمنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتموا لنرجم لنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم خوتم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرون وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذين فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من خلوني آلهة إن يرلني الرحمن لذب لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يمنخذهم إني إذا لفي الظلال المبين إني آمن أنت بردكم فاسمعوا قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون إما غفر ذي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا منسنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من خامدون يا حصرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا لهم يستهزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل يأون واجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العميون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن آفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم مهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز العلم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرق القمر ولل ينسابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشهون وخلقنا لهم بمثنه ما يركبون وإن شأن غشء فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذين وإذا قيل لهم أنفقوا من ما رذقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينمرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السمن فإذا من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من جميع لدينا معذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل شاكيون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم رمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستخيم ولقد أظل منكم نبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاع تنزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلف أفلا يعقنون وما علمناه الشعر الشايا من بغيلة إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الحول على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم لما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحظنك قرنهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فيدا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظامه من يرمين قل يحييها الذي ينشأ أول أرضه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأرض للنار فإذا أنتم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون فسبحاس الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون